اشتركوا في القناة ويعمل المجتمع الذي كان يعيش فيه وكل قصصه من أجل أن يبنينا بناء روحيا والآن يخاطرني قديس عظيم اسمه القديس يحنى الذهبي الفم وهو الكاتب للقداس الإلهي الذي نترنم فيه في كل أحد هذا القديس العظيم إنما كان يخاطب أبنائه في عظات لا تنتهي وهو الواعظ الأول بأل التعريف في عصره وهو أطلق عليه الذهبي الفم لأنه كان لا ينضب معينه من التكلم وكان يعرف الكتاب المقدس برمته عن ظهر قلب حبذ لو نقرأ نحن الكتاب المقدس إنما كان يغيبه عن الغايب أوكي عن الغايب بالكاملين وهذا كان يتكلم مرة وفي إحدى العظات إنما قال يجب عليكم أيها السامعون أن تتعلموا من النحلة فاستغرب أولاك ماذا يجب أن نتعلم فقال لهم إن النحلة تعمل بجد ونشاط إنما تعطي وتعطي إنما تعطي للكون عسلا وهي تذهب إلى كل الأزهار وتجتني الرحيق من الأزهار لكي تعطين إياها غذاء طيبا ولكن النحلة هذه ما إن تلذع أحد بس تعص حاداً بتموت وهذه هي أيضاً مسيرة الإنسان ففي حياتك أيها الإنسان تجاهد ولكن ثق إن أزيت أخيك فإنك أنت الخاسر الأول وخاصة في هذه الصيام وفي هذه الأيام المباركة فإن كنت أنت مؤذن لأخيك فثق أنك أنت الخاسر وأنك أنت من ستحمل هذه الخسارة العظمى فمن أجل هذا أقول لك انتبه من أن تؤذي أحد أولئك الصغار لأن ملائكتهم في السماء لا تريد أيضاً هذا آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر